كذلك بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة هايكيني هيميشليا في وفاة فخامة روبيا بوازني الرئيس الأسبق لجمهورية زنبيا كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتين تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية زنبيا